إنها هبة من زين الدين زيدان وشركته الخيرية لأبناء جلدته إسهامة زيدان لم تتوقف عند هذا الحدث ففي المدخل الجنوبي يظهر المسجد الذي بناه من ماله الخاص قصة مسجد الرحمة تعود لسنوات خلت كانت في البداية أمنية للوالد إسماعيل أراد أن يترك إرثا لأبناء جلدته إذن مرحبا بكم مشاهدين اليوم رأنا في قرية أغمون بولاية بيجاية هذه القرية هي معروفة بقرية النجم العالمي زين الدين زيدان معنا الشيخ طبعا هنا هو الشيخ المسجد الذي بناه النجم العالمي زين الدين زيدان هنا بقرية أغمون القرية التي هي مسقط رأس والده إسماعيل زين الدين أولا مرحبا بك الشيخ بداية لو انتحدثوا على هذا المسجد الذي بناه سيد زين الدين زيدان هنا بقرية والده قرية أغمون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأكارم نرحب بكم وبهذه القناة القناة الوطن بهذا المكان وهذه الدشرة التي هي أغمون والتي هي كما سبق وأن قال هي مسقط رأس والد والد هي مسقط رأس والد نجم العالمي زين الدين زيدان ولله الحمد في هذه القرية ساهم في بناء مسجد وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بان لله مسجداً بان الله له قصراً في الجنة ويعني تأسيس هذا المسجد كان في سنة ربما على حسب المعلومات التي عندي كان تأسيسه في سنة 2004 وخلصه في 2006 وانا جيت إمام الله هنا لهذا المكان في 2012 وأول إمام يعني ترسمنا في هذا المسجد هو أنا والحمد لله اليوم عندي ما يقاربو تسع سنين في هذا المكان ولله الحمد ويعني القصة عن المسجد هذا كما حكالي يعني الأب نجم العالمي زين دين زيدان يعني والاسم التعوي الحقيقي هو في الحقيقة هو اليزيد كما قال لي هو بابا اسموه اليزيد وإنما يعني كنوه بزين دين زيدان القصة عن المسجد هذا كما حكالي الأب نتعوي قال لي يعني واحد مرة قال لي وليدي واش تحب ندير في الدنيا هذي قلت له أنا يعني يحكي الأب نتعوي زين دين زيدان قال له نحب ندير مسجد يعني نبني مسجد فقال له يعني زين دين زيدان قال له يعني تكل على ربي وإحنا نعاونوك وندعموك وإن شاء الله ربي معنا يعني والحمد لله يعني ابن المسجد هذا والحمد لله اليوم رأه ينفع ينتفعون به الناس وهو عمل خيري عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويعني يعني هذا الحويج هادو يتسمى واحد كيديرهم في بلادو في مسقط الرأس نتاعو ولا في في دشرتو ولا يدير عمل خيري هكذاك احنا هكذاك نحبو الناس اللي قادرين يديروا الخير يديروا الخير في الحويج كيما هادو واشو نقول لكم يعني عربي الشيخ يعني لو نسخصيك يعني انت كي جيت في بدايتك اللي هنا أولا كيفاش حتاجت لهذا القرية كبداية ممكن كيفاش توجت لنا ممكن هناك توجيه من شؤون دينية ام يعني خبروك ناس على هذا القرية وثانين يعني معاملة الناس اللي راهم عايشين هنايا في القرية يعني وانت بصفتك انه مكش من هذه المنطقة لكن لو انت حدثوا على انك قادم من ولاية أضرار اعتقد يعني من البداية تعك لوصولك لهذا المنطقة يعني الوصول تعيي لهذا المنطقان اولا يعني قريت في معهد اسلامي كيتخرج من المعهد يتسمى حطوني هنا في الولاية انتعب جاية وفي الحقيقة يعني ما كنتش عارف اصلا انه زين دين زيدان من الجزائرية ما كنت نسمع بالي جزائري بصح ما على بريش واش مولاية اكزاكت والحمد لله يعني جابني ربي احتل دشرة يعني كي يجي كي بعثوني مشون دينية بعثوني للمسجد المسجد هذا وبعد كي يجي قالوا لي هذي البلاد انتع زين دين زيدان وهنا اللي زيد باباه وهنا اللي عاش باباه هم بعد انتقل الفرنسا والحمد لله يعني الحمد لله لا حد الان يعني الناس كورا ما ما شاء الله الناس يعني عاملون بالمعاملة الحسنة ورب يكون في عونهم والله المستعان وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله تبقى مسير تكتويلة هنا في هذه القرية القرية الجميلة قرية اغمون بولاية بيجايا اذا نوصلوا ايضا ونشاهدوا كل حيثيات هذه القرية رفقة المواطنين وحتى الاقارب النجم العالمي زين دين زيدان نكملوا رابورتاج معنا وليس ببعيد عن المسجد يقبع خزان للمياه تكفل ايضا زيدان بتكالفه مع ربط جميع السكانات بشبكة المياه الصالحة للشر اشتركوا في القناة